111. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون 111. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة تحيتهم فيها سلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو وأصلي وأسلم على صاحب الرسالة الخالدة الذي بعثه ربه بالهدى ودين الحق محمد صلوات ربي وسلامه عليه وبعد أعزائي المشاهدين والمشاهدات ذكرنا لكم في الحلقة الماضية أن الله سبحانه وتعالى جمع بين يوسف ويعقوم وكيف أن يوسف عليه السلام كان رقيق الكلام وكان مهذب في كلامه مع أبيه وإخوته وكيف أنه حافظ على شعور الإخوة فلم يؤذهم قال لا تثريب عليكم نواصل معكم اليوم أحداث قصة يوسف وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين لما جمع الله سبحانه وتعالى ليوسف شمله على أن نعيم الدنيا لا يدوم لذلك سأل الله سبحانه وتعالى حسن العاقب والخاتمة بعدما جمع الله بينه وبين أبيه سأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة هذا الدعاء من يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام دعا به ربه عز وجل لما تمت النعمة عليه باجتماعه بأبويه وإخوته وما من الله عليه من النبوة والملك سأل الله سبحانه وتعالى كما أتم نعمته عليه في الدنيا بالملك والنبوة أن يستمر بها عليه في الآخرة تستمر هذه النعمة في الآخرة وأن يتوفاه الله سبحانه وتعالى مسلما حين يتوفاه فقال يوسف ربي قد آتيتني من الملك يعني ملك مصر وعلمتني من تأويل الأحاديث يعني من تعبير الرؤى والأحلام يفسرها وتقع كما يفسرها عليه الصلاة والسلام قال فاطر فاطر أي يا فاطر أي يا خالق السماوات والأرض أنت ولي أي أنت معيني ومتولي أمري في الدنيا وفي الآخرة توفني مسلما هذا هو مطلب يوسف عليه السلام بعد ما حصل له كل ما تمناه توفني مسلما يقول اقبضني إليك يا الله مسلما يطلب حسن الخاتمة والحقني بالصالحين يريد بأبائي النبيين قال قتاده رحمه الله لم يسأل نبي لم يسأل نبي من الأنبياء الموت إلا يوسف عليه الصلاة والسلام الحقني بالصالحين وكأن الصالحين قد سبقوه وهو يريد اللحاق بهم الإنسان المسلم إذا اكتملت له نعم الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا وحصل كل ما يبغيه فإنه يسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة يسأل الله سبحانه وتعالى الوفاة على الإسلام وبقي على هذا الإنسان الذي حصل كل ما يريد بقي له أن يهتم جداً بالخاتمة وهي الوفاة على الإسلام يتمنى حسن الخاتمة لذلك لما رأى يوسف عليه السلام كل ما يريد كل ما يريد تحقق العزة في الدنيا تحققت والملك صار إليه الملك والمكانة والغنى واجتماع الأهل ويعقوب فتحقق له كل ما يريد بعد ذلك إيش قال؟ قال ربي قد آتيتني من الملك هذه منك يا الله وعلمتني من تأويل الأحاديث وحصل كل ما أريد كل ما أريد حصل إذن ما هو الدعاء بعد كل ما حصل؟ قال توفني مسلماً والحقني بالصالحين فإذا نلت يا عبد الله كل ما تتمنى في هذه الدنيا بقي شيء واحد مهم وهو أن تخرج من هذه الدنيا على ما يرضي الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة قال توفني مسلماً والحقني بالصالحين الصالحين فيهم الأنبياء الذين مضوا قبله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به الموت خير ملك الموت خير النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في الدنيا أو يلحق بالرفيق الأعلى قال صلى الله عليه وسلم بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى ورحل صلى الله عليه وسلم لكن قد يسأل أحد هذا السؤال هل يجوز أن يتمنى الشخص الموت هل يجوز أن نتمنى الموت قال صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لابد متمنياً الموت فليقل اللهم حيني ما كانت الحياة خيراً لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي لأن الإسان ما يدري فإيسأل الله سبحانه وتعالى إذا الحياة خيراً ليحيني وإذا الوفاة خيراً لي فتوفني ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون ذلك الذي ذكرت من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم أي ما كنت يا محمد عند أولاد عقوب إذ أجمعوا أمرهم أي عزموا على إلقاء يوسف في الجب وهم يمكرون بيوسف عليه السلام ثم قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما أكثر الناس يا محمد ولو حرصت أنت على هدايتهم بمؤمنين ولو حرصت على إيمانهم روية أن اليهود وقريش سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة يوسف هذه قلناها في أول حلقة فلما أخبرهم عن نبي صلى الله عليه وسلم عن قصة يوسف وكانت هذه القصة موافقة لما في التوراة لم يسلموا فحزن النبي صلى الله عليه وسلم أشد الحزن أن اليهود لم تسلم مع أنه ذكر لهم القصة التي عندهم في التوراة فقال لهم الله سبحانه وتعالى إنهم لا يؤمنون وإن حرصت أنت على إيمانهم وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وما تسألهم عليه يا محمد وما تسألهم عليه أي على تبريغ هذه الرسالة والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى من أجر من جعل يعني مال أو جزاء أو فلوس ما تسألهم يا محمد على هذا النصح الذي تنصح لهم والدعاء إلى الخير والرشد من أجر ما تسألهم عليه من أجر بل تفعل هذا الأمر ابتغا وجر الله سبحانه وتعالى ونصحا لخلقه إن هو أي ما هو يعني القرآن ما هو إلا ذكر عظة وتذكير للعالمين للعالمين أن يتذكرون به ويهتدون وينجون به من الدنيا والآخرة فالقرآن هو الذي ينجي الناس ينجي العالمين من النار في الآخرة ثم قال سبحانه وتعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وكأي يعني وكم وكأي من آية يعني وكم من آية والآية هي العبرة والدلالة في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون كم من آية تمر عليهم زلزال في المكان الفلاني طوفان في المكان الفلاني لا يتفكرون لا يتفكرون في هذه الآيات يقولون والله هذه الطبيعة هذا الزلازل وهذه من الطبيعة لا يتفكرون ولا يعتبرون من هذه الأمور فالله عز وجل يخبر عن غفلة أكثر الناس عن التفكير في آيات الله ما يتفكرون في الآيات التي تقع لهم كل يوم ولا كل شهر ولا كل سنة ما يتفكرون في هذه الآيات هذه الآيات دلائل على توحيد الله سبحانه وتعالى بما خلقه الله سبحانه وتعالى في السماوات والأرض من كواكب زاهرات ثوابت وسيارات وأفلاك دائرات والجميع مسخرات لله سبحانه وتعالى وكم في الأرض من قطع متجاورات وحدائق وجنات وجبال راسيات وبحار كبيرة زاخرات وأمواج متلاطمات وقفار شاسعات وكم من أحياء وأموات وحيوان ونبات وثمرات متشابهة ومختلفات في الطعوم والروائح والألوان والصفات فسبحان الواحد فسبحان الواحد الأحد خالق أنواع المخلوقات المتفرد بالدوام سبحانه المتفرد بالدوام والبقاء والصمدية ذي الأسماء والصفات هكذا وصلنا وإياكم وحبتي في الله إلى نهاية هذه حلقة من قصة يوسف عليه السلام سهدنا معكم كيف أن الله سبحانه وتعالى قد من على يوسف وجمع شمل يوسف بيعقوب وكيف أن يوسف بعدما أن تحققت له جميع أمانيه أخذ يسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة وتوفني مسلما والحقني بالصالحين هكذا أحبتي في الله نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة وصلى الله مبارك على محمد وعلى آله وصحبه جمعين إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر